خلينا نبدأ مع حضراتكم تفاصيل للأخبار وأقول لحضراتكم وأكد أن النادي الأهلي تلقى تأكيدات خلاص بإقامة مباراة المريخ السوداني يوم الثلاثة اللي جاي في أولى مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا باستاذ القاهرة بدلا من استاذ الأهلي والسلام واللقاء ده هيكون إن شاء الله الساعة 9 الفريق الأول هيستأنف إمتى تدريباته وبكرة إن شاء الله يوم الحد استعدادا لمواجهة المريخ وكان الجهاز الفني يعني إدى راحة للعيبة راحة سلبية من التدريبات والنهاردة بعد العودة مبارح ببرونزية مونزيال الأندية كمان الفريق هيجري مسحة طبية بكرة كالمعتاد قبل الماتشات دي زي ما حضراتكم عارفين الأهلي هيكون بيلعب في المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مع فيتا كلوب الكونجولي وسينبا التنزاني والمريخ السوداني طبعا يعني إحنا مرتبطين عطفين جدا باستاذ القاهرة آه بنحب الأهلي ويسلام ملعب بتاعنا ملعب في شخصية النادي الأهلي ملعب في تيمة النادي الأهلي لكن الأستاذ طبعا يعني ذكرياته على طول حقيقة مع النادي الأهلي حلوة وآخر ذكرياتنا يمكن نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة القضية ممكن ونتمنى إن شاء الله يكون برضو وشه حلو على النادي الأهلي في بداية مشوار البطولة العشرة كهرباء كان ليه تصريحات الحقيقة وطبعا يعني حضرتكم متخيلين إنه تكون في النادي الأهلي لمدة موسم أو موسمين بس فتلاقي نفسك بطل إفريقيا وتلاقي نفسك بطل دوري وتلاقي نفسك بطل كاس وتلاقي نفسك واخد ميدالية برونزية شيء بالتأكيد جدا أعتقد فخر لأي لاعب أتكلم ولسه طبعا عندنا قدامنا بطلتين مهم جدا إن شاء الله بإذن الله يكمله زي ما بايرن كده حقق سوداسية الأهلي إن شاء الله بإذن الله يتوج بسوبر إفريقيا والسوبر المصري كهرباء أتكلم طبعا عن ساعته بتتويج نادي بالميدالية البرونزية في كاس عامل أندي